اكثر من اربعين قتيلا سقطوا في مدينة الباب ومناطق اخرى في مدخل مدينة قباسين القريبة من الباب من بينهم اطفال جراء قصف الطيران الحربي على هذه المناطق في ريف حلب الشرقي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض ان عدد القتل مرشح للارتفاع بسبب عدد الجرحى الذين يعانون من اصابات خطيرة كما قصف الطيران الحربي مناطق في محيط بلدتين نبل والزهراء التي يقتنهما سكان من الطائفة الشعية في حلب في حين شهد حي العميرية ومناطق اخرى بمحيط حي الخالدية وبني زيد بمدينة حلب اشتباكات بين المعارضة المسلحة من جهة والقوات النظامية والقوات الموالية لها من جهة اخرى بشكل مؤكد هناك اكثر من 150 شهيدا وجريحا مدنيا في غارات مفتتها طائرات نظام الحربية يوم امس واليوم على مدينة الباب وبلدة قباسين والاشارة بلدة قباسين تقتنها غالبية كردية اي ان القصف يطال المواطنين بغض نظر عن مكوناتهم العرقية او الدينية وبحسب المرصد فانه وثق خلال الايام الثلاثة الاخيرة معدلات مرتفعة للغارات الجوية بلغت اكثر من 474 غارة على مناطق في محافظات الحسكة والقنيترة ودير الزور وحمص وحمى وادلب ودمشق ورفها ودرعا بالاضافة الى حلب والاذقية منها غارات بالبراميل المتفجرة على عدد من هذه المناطق مناطق اخرى بالعاصمة دمشق كحي الحجر الاسود شهد اشتباكات بين عناصر جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة في بلاد الشام والقوات النظامية والموالية لها اما الاعلام الرسمي السوري فاشار الى التمكن الجيش السوري من اعادة الاستقرار لاماكن عدة بريف القمشلي في محافظة الحسكة وقضى على من يصفهم بالارهابيين معظمهم من جنسيات اجرابية بريفي اللاذقية ودرعا صراع في اكثر من منطقة بسوريا فيما تتواصل المساعي السياسية لحل الازمة التي تعيشها البلاد منذ اربع سنوات ابرزها دعوة روسيا لعقد اجتماع في موسكو اواخر الشهر المقبل كمقدمة لاطلاق حوار بين الحكومة السورية والمعارضة نبيها وطاس بي بي سي